اشتركوا في القناة ويوصل نفس الصندوق ده لشاب اسمه جاكسون وهو كان طلبه من الدارك ويب وصديقه بيت كان حذره وجوه الصندوق فيه رسالة ما يهتم مش بيها والمهم ليهم هو القناع اللي جاكسون هيلبسه في الهالوين بكرة وبيظهر اتنين شباب بيصطادوا سمك وهم هنطر وصديقه نولان اللي هو اخ جاكسون والبيت فاضي في الهالوين لان علتهم مسافرة ويلاقي نولان حبيبته صارة ظهرت وعلاقتهم السابقة فشلت فيعرض عليها الخروج الليلة المطعم ويحاولوا من جديد وهي وفقت لانها لسه بتحبه وبيكون جاكسون وبيت مع اصدقائهم وبيت اقنع جاكسون بضرورة عمل حفلة في بيته لان علتهم مش موجودة في الهالوين وجاكسون يطمنه ويطلب منه يدعو كل الناس واول لما يروح البيت هيقول لاخوه نولان بخصوص الحفلة لانه عايز يفاجئوا بيها والليل حل وفي احد المطاعم بيوصل نولان مع حبيبته صارة عشان يتعشوا ويعتذر لها على العلاقة الفشلة اللي قبل كده وهم هيبدأوا من جديد وهو مش هيقدر يعيش بعيد عنها ويقول لها انهم بعد الحفلة لازم يرجعوا البيت عشان يتفرجوا على فيلم رعب في الليلة اللي قبل الهالوين ورجعوا البيت وكل ده ونولان مش عارف بخصوص حفلة اخوه جاكسون بكرة في الهالوين ووصل جاكسون للبيت ولما يروح يقول له على الحفلة يقول له ما تكلمنيش دلوقتي انا وصارة بنتفرج على الفيلم وجاكسون ما عندهش حل غير يطلع غرفته يستنى اخوه نولان لما يفضه ولما دخل جاكسون غرفته حاسس بصداع غريب وسامع صوت اغرب عمال بينادي عليه باسمه وحس جاكسون ان القناع بيكلمه وشكله الغريب هيرعب به الناس في الحفلة بكرة وصديقه بيتكلمه عشان لو هو ما قالش لنولان اخوه على الحفلة هو هيجي يقول له بنفسه عشان هو دع الناس كلها للحفلة ومش عايز شكله يبقى وحش ولما ساب جاكسون غرفته ونزل يكون اتحرك القناع ووقع لوحده وسمع جاكسون صوت خبط ولما طلع لغرفته يستغرب من وقوع القناع وراح يجرب يلبسه ولقى نفسه اختفى والمكان حواليه ظلمه وحاسس باحساس غريب ويسمع صوت اغرب وشيطان هجم عليه وسمع نولان وصارت صوت صراخه وراحوا لقوه في الحمام مرعوب وما خدوش بالهم من الشيطان اللي مرعبهم دلوقتي في البيت ويقول جاكسون ان قبل ما الشيطان ما يهجم عليه هو قلع القناع وانقذ نفسه وطبعا هم مستحيل يصدقوا الكلام ده وحاسسين ان جاكسون شارب حاجة ولقوا الباب خبط وهو بيت فتح الباب عشان يقول لنولان على الحفلة بكرة في الهالوين بس مقدرش يعمل كده لانه تصدم لما يلاقيهم مرعوبين بسبب كلام جاكسون بخصوص القناع والشيطان ويقول انا حذرت جاكسون انه يشتريه او حتى يلبسه لانه من الدارك ويب وهو ما سمعش الكلام ويقول لهم جاكسون ان حس انه ميت وجسمه بارد في العالم الغريب اللي انتقله وهو مش هيلبس القناع ده تاني خالص ولكن اخوه نولان مش مصدق وعشان يطمنه راح جاب القناع وهيلبسه عشان يأكد انه امن واول لما لبسه اختفى ووصل لعالم الشيطان وحس بالموت والبرد وشاف ونازل على السلم وقبلا ما يهجم عليه خلع القناع بسرعة وهو مش مصدق نفسه وراح جاكسون يدور على الرسالة الغريبة اللي جات مع القناع وما لقهاش وراح يبحث عن القناع من الموقع اللي اشتراه منه ولقى انه مكتوب انه مسكون بشيطان مرعب وعشان تنتهي اللعنة لازم لاما تحرق القناع او تدفنه او تستعمل تقوس الطرد اللي موجودة على الرسالة بتاعته وفجأة لقوا ان في حد بيات تابعهم ووصل لموقعهم وقلقوا اكتر وبما انهم مش لقين رسالة تقوس طرد الشيطان وحتى لو لقوها مش هيعرفوا ينفزوا التقوس فهم هيلجاوا الاسهل حل لتدمير اللعنة وهو القضاء على الشيطان عن طريق حرق القناع وحسوا بالاطمئنان حاليا وكده عليهم يرفاهوا عن نفسهم ويستنوا ليلة بكرة للاحتفال بالهالوين والوقت اتاخر خلاص وكلهم هيباتوا في الصالة مع بعض عشان هما لسه عندهم شوية قلق وفاق جاكسون من النوم لانه سمع صوت بينادي عليه ولما طلع غرفته يتأكد من المصدر يتصدم لما يلاقي صندوق القناع اللي حرقوه لسه موجود في غرفته كمان ومش بس كده ده القناع جواه جديد وسليم رغم حرقهم ليه فلما ينزل يقول للكل تحصل مفاجأة غريبة يلاقي الشيطان مرقبهم وشغل النور وهو اختفى وصحي بسبب صراخ جاكسون ومصدومين من القناع اللي لسه سليم وشكل اللعنة دي مش هيتحرروا منها بسهولة ولجأوا للحل التاني وهو دفن القناع في الغابة المعزولة بعد فشلهم في التخلص منه عن طريق الحرق وصلوا لمكان بعيد في الغابة وحفروا حفرة ودفنوا الصندوق مع القناع ويتمنوا ان اللعنة تكون كده انتهت رغم ان جاكسون مازال حاسس بالقلق واول لما رجعوا للبيت يتصدم بيت لما يلاقي القناع مازال موجود في الصندوق والصندوق مستنيهم في البيت وسمعوا صوت خبط على الباب لان الناس مستعدين للحفلة ويتصدم نولان ان محدش قال له بس اطمنوا صارح يمكن الحفلة دي تساعدهم على الراحة واتخلصهم من خفهم وقلقهم من صندوق القناع واخفوا الصندوق والناس دخلوا للحفلة وبيشربوا عشان يستمتعوا في ليلة الهالوين والكل عمال يرقص ويفرح واعداد الناس كترت في الحفلة وجاكسون حاسس بالصداع وما زال بيسمع الاصوات الغريبة بتنادي عليه ومش عارف يستمتع بالحفلة زي البقين خالص وسابت صارح الحفلة عشان تطلع فوق للحمام ولما دخلت تتصدم لما تلاقي الشيطان في المراية وسمعت اصوات غريبة بتناديها بعد ما اختفى انها لازم تدخل غرفة جاكسون وتلبس القناع وتسلم نفسها للشيطان ارشن والغريبة ان رسالة الطرد موجودة مع القناع وحس نولان ان حبيبته صارح مختفية وهيروح يدور عليها وبيكون هانتر صديقه انضم للحفلة وهيروح يرقبه ويعمل فيه مقلب وقبل ما صار تلبس القناع راح نولان وفوقها من سيطرة الشيطان ارشن وهي مش عارف ايه اللي بيحصل لها ولما مشيوا من الغرفة دخل هانتر وهو مستغرب من قصة الصندوق والقناع فيروح يلبسه ويشوف هم خايفين من اي شطان وطبعا اختفى وانتقل لعلم الشيطان وسمع صوته وهاجم عليه وخطفه وجاكسون بيحاول يستمتع في الحفلة بيكون الشيطان مرقبه وقوته بتزيد بعد ما خطف روح هانتر وشافوا جاكسون والترعب والبقيين مش شايفين حاجة ولقوا دخان نازل من غرفة جاكسون بسبب خطف الشيطان لهانتر والكل ميشي من الحفلة وهما الاربع بس اللي بقيين ومش عارفين ايه اللي بيحصل وكمان مصدوم بيت من رسالة الطرد انهم لقوها فجأة موجودة ولغتها غريبة جدا ويلقوا شخص غريب ظهر ويقول لهم ان اسمه جيمس وهو اللي تتبع موقعهم لما كانوا بيبحثوا عن الشيطان المحبوس في القناع ويقول لهم انه هنا عشان يساعدهم وهو متخصص في الظواهر الخارقة وبيحارب الارواح الشريرة والشياطين وبيحبسهم واول حد لبس القناع هو اللي حرر الشيطان ارشن الساكن جوه القناع والشيطان مش هيهدأ غير لما يقبض على روحه وهو واصدقائه ولكن الحاجة الغريبة اللي مستغرب منها جيمس ان الشيطان لا يتحرر من القناع الا لو اتعملت عليه تقوص الاستدعاء ومحدش منهم عمل كده لانهم ما بيفهموش فيها واللي عمل كده يا صديقي هي الست العجوزة في الاول خالص وهو بيدور على القناع ده من سنين وعمره ما نجح انه يلاقيه والقناع ده بينتمي لمرحلة تاريخية سنة 1400 ميلاديا ورغم كل السنين الطويلة دي والقناع محافظ على نفسه وما بيحصل لهوش اي ضرر خالص وده لان الشيطان محبوس جواه وده طبعا بسبب مهرجان سوان اللي كان بيتقامل زمان والدفنة والحرق للقناع بدون تنفيذ طقوس الطرد واعادة حبس الشيطان في القناع بعد تحريره على ايد جاكسون عمرها ما تنجح توقفه وهم هيحتاجوا الحبال والشموع والمرايا والملح واواني فخارية عليها طقوس للحماية ويقفلوا الابواب على نفسهم للامان وكلهم معتمدين على جاكسون اللي هو حرر الشيطان وهو اللي لازم يحبسه وهو قلقان ويطمنه جيمس انه لازم يصق فيه هو عمل طقوس كتير قبل كده وكلها نجحت ولازم يجمد قلبه واداله سكنته لحمايته وكل الادوات جاهزة وهيبدأوا الليلة المهمة الصعبة وخرجوا براه يدفنوا الاواني الفخارية اللي مكتوب عليها الطقوس حوالين البيت عشان يمنعوا الشيطان من الخروج لبراه والجاكسون خايف ومتدايق من انه حتى اصدقائه في مهمة صعبة وممكن حد يتأذى فيها بسببه بس الطمنه صارى انهم هنا كلهم معه لحمايته ومساعدته وهو لازم يسق في نفسه وهو قوي وهيقدر ينقذهم ويتغلب على الشيطان وحس بالثقة ويشكرها وصار لوحدها تسمع صوت الشيطان وهو بينادي على جاكسون ونجح انه يشدها ليه عشان تلبس القناع ولما لبسته انتقلت لعالمه وهيهجم عليها بس ملأ هاش جاكسون وقبل ما يهجم عليها خلعت القناع وحرارت نفسها واصدقائها رحولها بسبب صوت صراخها ويقول جيمس لازم ننفس تقوس الطرد بسرعة لان الشيطان قوته عملا بتزيد والخطة هي استخدام الشموع واضائتها عشان لو الشيطان قرب عليهم يحسوا به لما نار الشموع تنطفي وكمان الحبال هيربطوا بيها ماركوس وصارب بعد عشان يأمنوه والملح هيعملوا به دواير للاحتماء من الشيطان وكمان هيحبسوه فيها ويخلوه ياتجه لغرفة جاكسون بعد كده يحبسوه ويلقي جيمس تقوس الطرد عليه ويروحوا يحرقوا القناع وبكده لو الخطة تمت بنجاح هم هيقضوا على اللعنة والشيطان هيتحبس من تاني جوه القناع وبدأ جيمس يوزع الشموع على الكل وينبه جاكسون للمرة الاخيرة انه ما يخافش من الشيطان ارشن وهم كلهم هيساعدوه وهو لازم يساعدهم لانه هو اصلا اساس تحريرهم من اللعنة وكلهم هينتقلوا لعالم الشيطان وهيسيبوا صارة هنا معها الحبل الرابط لجاكسون عشان لو اغمى عليه او حصلوا اي مشكلة تشدوا هي بسرعة وحضروا نفسهم وجيمس لبس القناع وبالتقوس قدر انه ينقلهم كلهم لعالم الشيطان وولعوا الشموع عشان يشوفوا ويعرفوا لو الشيطان قرب عليهم وصارى لوحدها تسمع صوت غريب والكهرباء قطعت وكمان الشيطان قرب عليها ونور الشامعة الطفى وجاكسون لو اغمى عليه مش هتعرف تشدوا لها خلاص وارتكس جاكسون في غرفته والمرايا حواليه لإحمايته من الشيطان ونور الشامعة الطفى ورسم الشباب حلقة الملح وحبسوا الشيطان فيها وحرروه عشان يجري وراء نولان عشان يوصلوا لغرفة اخوه جاكسون واول لما دخلوه الغرفة بسبب المرايا الكتيرة الشيطان ضعف وجري جاكسون وقطع الحبل بالسكينة بتاعت جيمس وحبسوا الشيطان في الغرفة عن طريق تقوس جيمس ورجعوا تاني لعالمهم بعد ما نجحوا يحبسوا الشيطان في قناعه من تاني ولقى نولان حبيبته صار مغمى عليها ولسه حية وراحوا حرقوا القناع بتاع الشيطان أرشون عشان لعنته كده تنتهي نهائيا وكده مهمة جيمس انتهت بنجاح وأنقذ الشباب وشكروه وقبلا ما يمشي ينصحهم ما يشتروش حاجة من الديب ويب تاني ويتأكدوا كويس المرة الجاية في الهالوين انهم ما لعبوش مع الشيطان ويتمنى ما يشفهمش في حاجة وحشة تاني وقبلا ما يمشي سألوه لو يحتاجوه هيلاقوه ازاي فيقول لهم هو اللي هيلاقيهم ساعتها زي ما عمل كده بالضبط ولما مشي جيمس له قصة مرعبة جيمس عارف شر الست العجوزة وعارف انها بعتت صندوق القناع للشباب عشان الشيطان يخطفهم وهو عارف عن طريق انه تتبع بحث جاكسون عن الصندوق على الموقع بتاعه أصلا وهو اعتقد انهم هيحرروا الشيطان أرشون وكلمها يحذرها انها ما تعملش مشاكل تانية لان القناع تحرق خلاص واللعنة خلصت بس الست العجوزة لن تتوقف وهتحيي الشيطان أرشون في قناع تاني هي صنعته بنفسها والشيطان جائع لخطف المزيد من الأرواح بس كده يا شباب دي نهاية الملخص والفيلم حتى الآن ملهوش أجزاء تانية ولما زيد من أفلام السفاحين هسيب لك روابط لقوائم تشغيل لهم في الوصف تحت الفيديو هتلاقي في قائمة التشغيل أكتر من 200 فيلم سفاح